في المساء جلست الأم حزينة تفكر كيف ستقضي الطلبات ومصاريف أبنائها الأربعة الذين سيدخلون مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد بعد ثلاثة أيام وكانت قد تحملت مسؤوليتهم بعد وفاة زوجها منذ أربعة أعوام ووجدت أنها خلال الثلاثة أيام القادمة تحتاج لما يقرب من ألف جنيه أو أكثر لمصرفات ولوازم مدارس الأبناء الأربعة وهي لا تملك سوى وعائها الذي تبيع فيه السمن بالسوق يوميا وأثناء تفكيرها دخل عليها أصغر أبنائها مسرورا وقال لها لقد دعوت لك وأنا ساجد في صلاة العشاء يا أمي وسوف يرزقك الله غدا رزقا وفيرا تفائلت الأم وابتسمت من قلبها واحتضنت صغيرها وقالت له إن تحقق ما تقول سوف أشتري لك ملابس المدرسة وحقيبة وحذاء جميلة فهذا أول عام لك في المدرسة وفي الصباح حملت وعاء السمن وذهبت إلى السوق وعندما وصلت مباشرة مر من أمامها رجل متكبر عليه من حسن الهيئة والزهو ما لا يعلمه إلا الله فنادى عليها وسألها عن الذي تبيعه فأخبرته أنها تبيع سمنا فطلب منها رؤية السمن وعندما أرادت أن تنزل وعاء السمن من فوق رأسها سكب منه بعض السمن على ثياب الرجل فغضب غضبا شديدا وقال لها لن تغادر المكان حتى تعطيني ثمن الثوب ظلت الأم تستعطفه وتقول له دعني يا سيدي فأنا امرأة مسكينة فكرر نفس ما قال فسألته عن ثمن الثوب فقال لها أن ثمنه ألف جنيه فقالت له وهي تبكي ارحمني ولا تفضحني فأنا امرأة فقيرة من أين لي بألف جنيه وأنا أحتاج إلى هذا المبلغ وأكثر لأدفع مصروفات أولادي في المدارس وأشتري لهم احتياجاتهم وليس عندي وبينما هو يهددها ويتوعدها إذ أقبل شاب عليهما وسأل الأم عما يبكيها فأخبرته بالقصة فتشجر الشاب مع الرجل المتكبر مشاجرة كبيرة وتجمع الناس من حولهم وبعد أن عرفوا القصة عاتبوا الرجل عتابا شديدا ثم أراد الشاب أن يلقن هذا الرجل المتكبر درسا لا ينساه فأخرج ألف جنيه ودفعها لرجل المتكبر وسط دهول الحاضرين وتعجبهم من تصرفه بعدما عد الرجل المبلغ واستعد لمغادرة المكان أوقفه الشاب وقال له لقد أخذت ثمن الثوب فأين الثوب؟ لقد أعطيناك ثمنه فأعطنا الثوب قال الرجل المتكبر وأسير عاريا وماذا إن لم أعطك الثوب؟ قال الشاب تعطينا الثمن قال الرجل المتكبر الألف جنيه التي دفعتها لي؟ قال الشاب كلا بل الثمن الذي نطلبه ثم سأل الشاب الناس الملتفين من حوله عن المبلغ الذي يجب على المغرور دفعه فحكموا عليه جميعا بدفع ألفي جنيه قال الرجل المتكبر للشاب أتريد أن تفضحني هذا ظلم قال الشاب الآن تتكلم عن الظلم ألم تظلم هذه المسكينة وأردت أن تفضحها؟ خجل الرجل المتكبر وأعاد المال للشاب وفوقه ألف جنيه أخرى عقابا وتأديبا له عما بدر منه في حق الأم المسكينة واعتذر لها وعلى الفور أعلن الشاب والناس مجتمعون يشاهدون الواقع أن الألفي جنيه هدية للبائعة المسكينة لم تصدق الأم ما حدث وعندما شاهدها الشاب في طريقها للسقوط على الأرض من هول المفاجأة أخذها بوعائها إلى سيارته وأوصلها إلى بيتها وعندما وصلت نادت على صغيرها وهي تقول له لقد استجاب الله لدعائك ورزقنا من حيث لا نحتسب وفي اليوم التالي اشترت لأبنائها كل ما يحتاجون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا